قانون الصيادلة والعقوبات الرادعة لمهربي الأدوية وتنسيق مع الجهات المختصة عوامل هيئة لتهريب الأدوية وتشكل الأدوية المقلدة والمزورة والمهربة 60% من حجم الأدوية المعروضة في الأسواق المحلية ما فاقم العديد من الأمراض نتيجة لهذه السلع الضارة ظاهرة تهريب الأدوية تفاقمت خلال عامين الماضيين واشتاحت السوق أصنافا متعددة للأدوية المزورة حيث استفحل خطرها على الاقتصاد والمجتمع وأصبحت تشكل كارثة صحية واقتصادية على حياة المواطن وخطر كبير يضر بالأسواق المحلية ووفقا لبيانات رسمية فإن أكثر من 50 نوعا من الأدوية المهربة والمقلدة يتم تداولها في الأسواق المحلية بالإضافة إلى 200 نوعا من الأدوية المزورة تدخل البلاد بطرق غير مشروعة ونحو 175 نوعا مهرب تدخل البلاد بطرق غير مشروعة